هكمل مع نادي الأهلي وفيما يخص أخبار النادي الأهلي فخبر مفرح جداً لجمالي النادي الأهلي محمد الشناوي وحسين الشحات وقاليو ديانج وإمام عشور شاركوا النهاردة في تدريبات النادي الأهلي الجماعية استعداداً لمباراة العودة أمام مازمبي الأربعة خفوا حسين الشحات أقول النهاردة بالمسك عشان الإصابة كانت في وجهه وحسين الشحات أصبح جاهز للمشاركة في المباراة بشكل طبيعي والأمور بالنسبة للنادي الأهلي تتحسن تتحسن غيابات كانت بالجملة إصابات لركائز أساسية في الفريق الأمور حلو إنها ترجع كده والنادي الأهلي في مرحلة مهمة جداً 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 في بطولة أفريقيا إن شاء الله ياب نصف النهائي وبعدها نهائي دورة أبطال أفريقيا بإذن الله اللعيبة كلها تبقى كاملة الشفاء ويشاركوا ويدعموا النادي الأهلي الفترة اللي جاء تصور يا نا تصور يا نا إنه محمد الشناوي وارد إنه يبقى موجود في مباراة مازمبي مباراة العودة أنا أقول لك بقى التصور خب بالك الجهاز الطبي إدى تقارير كولر إنه كله جاهز بس كولر مش هشارك كل اللعيبة دي بشكل سريع تصور إن الشناوي هيبقى موجود على الدك على الدك التاني حسين الشحات حسين الشحات في الأول والآخر كانت أصابة في الوجه وهو بيتمرن عادي فما عندوش مشاكل كتير فممكن يبقى موجود دكة أو أساسي أدام لبس المسك إمام وقالي جانج أعتقد برضو ده تصور يعني أو توقع كولر هيزبر عليهم شوية مش هيبقوا موجودين في مباراة مازمبي اللي جاية بس إحساسي وتوقعي ورؤيتي إن محمد الشناوي وحسين الشحات ممكن يبقى ليهم مكان في مباراة مازمبي القادمة دي الصور هي من مران اليوم طيب